نروح بقى على مقر موقع يلا كورة وزميرتنا العزيزة مريم سميح اللي حنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المحلية والدولية وحيكون لها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرت واللي بنسعب دايماً بوجوده معنا في البرنامج وهو مدير تحليل موقع يلا كورة صباح الفل عليك وصباح الفل على ضيفك العزيزة تفضليح نسمعينك صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك طبعاً وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة وكمان بداية شهر جديد كل عام وكل شهر وانتوا طيبين وبخير طبعاً هيكون معنا عدة عنوين من داخل موقع يلا كورة وطبعاً زي ما انت قلت يا كريم هل ناقشها مع ضيفنا العزيزة الأستاذ أيمن جلبرت ومدير تحرير بموقع يلا كورة العنوان الأول من جريدة الجمهورية القمة نيولو الجديد ومن موقع يلا كورة ماسي أتمنى أن أصبح مدرباً لبوشلونة الذي أحبه أريده الأفضل في العالم ومن الرياضية سان جرمان يجهز ديدان وأخيراً من صحيفة الشرق الأوسط سولشاير يقدم رداً مثالياً على هزيمة ليفر بول وجورديولا غاضب من قرارات الحكام طبعاً هنتناقش في كل هذه العنوان مع ضيفنا العزيز زي ما قلنا الأستاذ أيمن جلبرتو نارنا دايماً يا أيمن على شاشة قناة النادي الأهلي يعني سواء هنا أو في الستوديو طبعاً البداية مع القمة يوم الجمعة إن شاء الله قمة يعني ما بين الأهلي وإلزا مالك يمكن الجمهورية يعني عرضت خمس نقاط بتكون موجودة لأول مرة في القمة سواء وجود جماهير عودة الجماهير مرة أخرى كمان تولي ربطة الأندية المحترفة لمسابقة الدور الممتاز يمكن دي أبرز الحاجات كمان الملابس الجديدة طبعاً أهلاً بقناة النادي الأهلي وطبعاً لاحب يتشرف أنه يبقى موجود معاكم سواء هنا أو في المقر القناة ونصبح على كريم في الستوديو بالتأكيد مباراة القمة اللي جاية هي الكل منتظرها كمان من الحاجات الجديدة أن المفترض أنها تقوم في موعدها اللي هو في الجولة التالتة مش في آخر البطولة زي ما كان معتاد في السنين الأخيرة حتى الموسم الماضي كان مفترض برطة لعب في الجولة الرابع لكن تم تأجيلها الدور الثاني هو اللي تلعب في معاده فده برضو حاجة كويسة أن مباراة القمة تبقى موجودة في الجدول آياً كان موقع حواق القرعة يعني كمان الأهم طبعاً أبرز حاجة هي عودة الجماهير والتأكيد أنه يكون فيه ألف مشجع لنادي الأهلي وألف مشجع لنادي الزمالك طبعاً الجولة الأولى والتانية التجربة حتى الآن جيدة نشوفنا جماهير للأهلي نشوفنا جماهير للزمالك فالأمور واضحة أن هي سهلة شوية أكيد ألف تذكرة هتكون قليلة لجمهور الفريقين ولكن هنشوف مين سعداء الحظ أن هم يحضروا أول قمة بعد فترة طويلة جداً من غياب الجماهير ممكن الناس كثير ما تفتكرش آخر ماتش أهلي وزمالك ما ستلعب بجمهور طبعاً النادي الأهلي بداية جيدة انتصارين بكلين شيت أربع أهداف وهدف نادي الزمالك نفس الأمر يعني تقريباً نفس ظروف الأهلي وزمالك يزروفهم واحدة في استقرار فني في الفريقين في النهاية الأرض الملعب هي اللي هتتكلم نتمنى أن الجانب التحكيم هو اللي يكون طبعاً جيد لأن هو اللي بيبقى الشكل بتاع المباراة لو التحكيم فيه مشاكل ممكن المباراة ما تبقاش بالشكل الجيد لكن نتمنى أن لجنة الحكام توصل لطاقم تحكيم مميز سواء كان مصري سواء حد طلب حكام أجانب في النهاية نتمنى أنها تكون مباراة جيدة للكرة المصرية ومننا طبعاً أهلا وفي قناة نادي الزمالك نتمنى توفيق للنادي الأهلي إن شاء الله ميسي يمكن في العنوان الثاني اللي معانا قال إنه هو أو قال أريده الأفضل في العالم طبعاً متحدثاً عن برشلونا ده طبعاً بعد رحيله في المركاتو الصيفي الأخير هل ممكن في يوم الآن فعلاً نشوف ميسي يعني مدير فني للفريق يمكن ميسي الفترة الأخيرة ناس شافت جوانب أخرى من شخصية ليونيل لأن طبعاً آخر موسم كان فيه مشاكل تخص التعاقد معاه وكان طلع بتصرحات نارية وقت الإدارة السابقة لبرشلونا ووقت انتخابات حتى برشلونا كان ليه دور وغير الكلام الكتير عن فكرة سيطرة ميسي بشكل كامل كان على قط اللبس في برشلونا عكس في فترات سابقة الناس بتشوف أن ميسي كشخصية هو راجل في حاله هادي جداً مع كلامه قليل مش شخصية اللي هي تنفع تبقى مسيطرة يعني فأعتقد هتبقى برضو تجربة مسيرة إن احنا لو في يوم من الأيام شفنا ميسي مدير فني ويمكن هو بيحاول برضو يتغزل في برشلونا لأنه عاش سنين عمره في الكرة كلها في كتالونيا وكل إنجازاته وكل تاريخه هو مع نادي برشلونا ومع وضع نادي برشلونا حالياً والناس كلها بتربط ما بين رحيل ميسي وأداء ومستوى ونتائج برشلونا في الفترة الأخيرة فواضح نواة حتى كانوا من المؤذرة المعنوية إنه هو بيفكر الناس لا أنا النادي ده أنا عايز دايماً أساعده ولو جات فرصة أساعده بأي طريقة هنشوف يعني ميسي أعتقده قدامه لسه نتكلم في سنة نتمنى أنهم يبقوا أكتر من سنتين ثلاثة في الملاعب ولكن يعني قريباً هنشوف ميسي في شكل تاني برا الكرة هتبقى تجربة مسيرة لو بقى مدرب ونشوف هل بقى هينجح كمدير فني ولا يعني ممكن يبقى زي مارادونال كان أسطورة كبيرة جداً في الملاعب ولكن كان مدرب كان الأمور مش ماشية معايا يعني فنشوف يمكن شخصية ميسي تساعد أنه يبقى مدرب بشكل أفضل يعني تمام العنوان الثالث يعني يمكن أو فكرة احتمالية وجود الفرنسي زين الدين زيدان طبعاً في بارسان جرمان بديلاً عن الأرجنتيني بوشتينو شايف أنه يعني فكرة وجود البديل هل ده فعلاً يمكن كمان المفاوضات هم مش عايزين يقيلوا المدرب حتى يعني أن هما يحصلوا على موافقة من زين الدين زيدان أكيد ودلوقتي زيدان وكنت تحديداً هما الاسمين الأبرز اللي دايماً أي فريق كبير عنده مشاكل في عملية المدير الفني هما الاسمين اللي بيورزنا هما اللي موجودين دلوقتي متحين في السوق كأسماء مدربين كبار زيدان أكيد تجربة هتبقى برضو مصيرة جداً ناس منتظرها يعني أغلب الناس منتظرة أن زيدان يبقى متولي فريق باريس سان جرمان في وضعه الحالي تشوف إزاي هو يقدر يتعامل مع هذا الكم من النجوم في ظل أن الحالة العامة بتقول أن المدير الفني الحالي باريس سان جرمان مش مسيطر بشكل كامل على الفريق لا فنياً ولا في الأمور الأخرى رغم أن باريس سان جرمان متصدر دوري الفرنسي ولكن ده أمر سهل ولكن الناس كانت متوقع أداء أفضل من كده الفريق برضو في دوري أبطال أوروبا ماشي بشكل جيد ولكن يمكن باستثناء مباراة منشستر سيتي الناس برضو حسن لا مش يعني باريس سان جرمان من أفترض أن يظهر بشكل أكبر من كده فأعتقد يعني الإدارة بتاعت باريس سان جرمان هتشوف وقت مناسب تحاول تغير فيه المدير الفني إلا لو الراجل قدر مع النتائج سعادته فبالتالي هو يستمره دايما التوفيق في الكرة بيبقى مهم جدا لأي مدير فني أخيرا هل شايف مباراة منشستر رينايتد أمام توتنام فعلا يعني كان تعويد عن الخسارة الموذلة أمام ليفر بول ولا لأ وكمان عايزين نتكلم برضو عن فكرة غضب جورديولا من يعني قرارات الحكم بعد الخسارة طبعا 2-0 أمام كريستل بالاس يمكن يعني منشستر رينايتد الموضوع لو نتكلم في ليفر بول لا مفيش حاجة هتعود خسارة ليفر بول ممكن حاجة معنوية أنه هو يعني ما فضلوش في النتائج السلبية وقدر أنه هو يكسب وياخد ثلاث نقاط يعني تفوقهم كفريق وشوية الجمهور يرتاح يعني ولكن كان تعويد خسارة ليفر بول صعب لأن ده الغريم التقليدي لمانشستر رينايتد وخسارة في أولد ترافورد ملقى مصرح الأحلام 5-0 فطبعا الأمر كان صعب ومنشستر رينايتد من الفرق اللي هي عندها مشاكل تخص الإدارة الفنية والمدير الفني وارد جدا يحصل أي إقالة قريب يعني هنشوف لسه الأعام الجافية بالنسبة لطبعا كلوب طبيعي لما يبقى خسران وفي السباق شارس جدا في البريمير ليج وبيلاقي تشيلسي بيفرق شوية وليفر بول معاه يعني أكيد لما هيتكلم لازم برضه يبقى غاضب شوية على مستوى التحكيم يعني التحكيم دايما لما بقى فيه حاجة كده مع نتائج سلبية هو اللي بيشيل الليلة فدايما بنتكلم أن أهم حاجة أن دايما التحكيم يبقى حاجة كويس عشان خاطر يساعد المدربين ويساعد الفرق أن هي تقدم أفضل معنا ده ببقاش حد عنده حجة اللي يخسر يخسر وما يقولش تحكيم يعني أيما جلبرتو دايما بتنورنا وتشرفنا على شاشة قناة نادي الأهلي بشكرة جدا نورتنا وشرفتنا ده طبعا كان حوارنا وتحليلاتنا لكل العنوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل موقع يلا كورة بشكرة جدا كريم كلمة ليك مرة أخرى كل الشكر ليكي زمنتنا العزيزة مريم سميح وتحياتنا لأستاذ أيمن جلبرتو شكرا جزيلا على هذه التغطية الصحفية المتميزة